موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من ندوة الأسبوع في يوليو تموز من العام 2014 صدم العراقيون والعالم بسيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق من دون مقاومة تذكر لا بل حكي وقتها عن فساد كبير وطواطئ واضح أدى في النهاية إلى تسليم المدينة لعناصر التنظيم ومداك والحديث عن معركة تحرير الموصل لا يتوقف فجر الاثنين الماضي انطلقت صافرة المعركة بتوقيت أعلنته بغداد لكن رانينها بدى عاليا جدا في عواصم الإقليم وأروقة صانعي القرار فالعملية لها حسابات اقليمية ودولية كثيرة ومعقدة والضجيج الطائفي الذي تصدره بعض الدول المجاورة بات يصم الآذان تركيا اعتبرت نفسها أول المعنيين بعملية تحرير الموصل لغايات وطموحات لا يعرف مداها رفع أردغان من سقف خطابه إلى حد تجاوز فيه كل الأعراف الدبلوماسية مطالبا بتعديل اتفاقية لوزان عام 1923 فرد العبادي بالقول أن تركيا تجازف بإشعال حرب إقليمية إذا استمر تواجدها في الأراضي العراقية فيما حذر وزير الخارجية السعودي من رد فعل معاد جدا في حال دخلت ما سماها الميليشيات الشيعية إلى الموصل أما واشنطن التي تسعى إلى هندسة الشمالين السوري والعراقي وفق أولوياتها فقد أعلنت على لسان أكثر من مسؤول فيها أن عملية تحرير الموصل من داعش لن تكون سهلة وستأخذ وقتا ماذا يعني هذا الكلام؟ هل هناك نوايا تركية وأمريكية حقيقية لإعادة رسم خرائط المنطقة وبسط النفوذ؟ ماذا تريد تركيا في هذه المرحلة؟ وماذا تريد الولايات المتحدة وحلفاؤها؟ لماذا تتزامن عملية تحرير الموصل مع الانتخابات الأمريكية؟ والسؤال الملح ماذا بعد تحرير الموصل؟ وهل تكون الرقة الهدف المقبل؟ كما يقول فرانسواء أولاند داعش من الموصل إلى الرقة حسابات الإقليم هو عنوان ندوتنا لهذه الليلة نستضيف فيها من أربيل النائب في البرلمان العراقي السيد مشعان الجبوري ومن إسطنبول الكاتب والباحث التركي يوسف كاتب أوغلو ومن واشنطن الملحق العسكري العراقي السابق في واشنطن العميد الركن المتقاعد إسماعيل السوداني أهلا بكم جميعا كنا نتمنى لو كنتم معنا كلكم في استوديوهات الميادين لضرورات يعني نعرفها جميعا خاصة فيما يتعلق بضيفنا بالعراق ساعة النائب وأبدأ معك ساعة النائب وعلمنا أنك راجع من الجبهة تقريبا أو من أرض المعركة ولديك الكثير من المعطيات أو التقييم لما جرى لغاية الآن نريد منك إخاططنا بالمعلومات التي لديكم ساعة النائب وما أهمية هذه المعركة ما أهمية ما تحقق ما أهمية التوقيت وهل فعلا بغداد هي من تحكم بتوقيت معركة الموصل مرحبا بكي وبالمشاهدي قلات البيادين وبالإخوة الضيوف من حيث يوجدون فعليا أنا قادم نعم من أرض المعركة وعلى بابكم غيرت البدلة العسكرية والبست شاكيت وقميص ودخلت على الستوديو لأنني عندي موعد معكم في العادة أرجع متأخر أكثر من ذلك خليني أبدأ بفقرة سؤال مهم أنتوا ثاييري في الحلقة قبل ما أتحدث عن الجبهة هل كان لواشنطن تحديد لموعد معركة الموصل يعني تقتضل شجاعة أن نقول نعم يعني قد لا يرغب الكثير من أخوتي وأصدقائي أن نقول أن الأمريكان كان لهم دور كبير في تحديد موعد المعركة وربما حتى كان لهم أيضا كلمة عالية في موضوع من يشتركون في المعركة بصراحة ولكن بذات الوقت الأمريكان في الأيام الماضية خذلوا الجيش العراقي والقوات العراقية في أرض المعركة وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول وأقول أن جميع القادة الميدانيين وكان معي الآن نائب القائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير يار الله وكان معي الفريق رائد جودة قائد الشرطة الاتحادية في الجبهة التي كنا فيها الآن وكلنا لاحظنا أن الطيران الأمريكي خذل القوات العراقية ولم يقم بأي طلعة جوية فوق القوات العراقية أو يساندها رغم أننا اليوم تعرضنا إلى حوالي 30 سيارة مفخخة في قاطع جنوب الموصل عدى الانتحاريين وكان بمقدور القوات الأمريكية أن تجعل المعركة أسهل وكان عندنا واجب بالغ الأهمية ربما كنا سنحقق أفضل منه لو تقدم الإسناد من الطيران الأمريكي للقوات العراقية ولكن مع أن الأمريكان قبل بدء المعركة وعندما حددوا مواعيدها ومن يأتي ومن لا يأتي كانوا يتحدثون عن إسناد كامل ودعيني أقول مثلا البارحة عبر الطائرات المسيرة للشرطة الاتحادية شهدنا أن تنظيم داعش قد أحرق معمل كبريت المشراق وبيه مستودع يحتوي على حوالي 50 ألف طال من الكبريت النقي من مما أضطر قيادة العمليات وأبطال القوات الأمنية أن ينفذوا عملية سريعة من أجل أن لا يتحول هذا الكبريت إلى سموم تقتل النسل والنباتات في كل المنطقة وللأسف أقول لم تقدم للقوات العراقية أنا ليس عندي تعاطي مع الولايات المتحدة الأمريكية ونشرت نداء قلت أدعو أصدقاء أمريكا أن يقولوا لها أن تقدم إسناد للقوات العراقية لأن المعركة كانت حاسبة لقد كتب الله النصر للقوات العراقية وحررت كبريت المشراق ولكن تقنيات القوات العسكرية لم تستطع أطفاء النيران التي أشعلها داعش وهذا يحتاج إلى فوم من السماء من الطائرات وناشدنا رئيس الوزراء وطلب من الأمريكان والقاد الأمنيين ولم يقدموا لنا حتى عملية أطفاء الحرائق وجئت الآن كان عندنا وفيات اليوم بين كبار السنو أطفال جراء استنشاثهم بسموم الكبريت وشكرا لأنك تطلعنا على تفاصيل بهذه الدقة غريب جدا هذا الكلام ولست أدري إن كان لديك تفسير له لماذا يخذ الأمريكان الجيش العراقي والقوات المقاتلة في أرض المعركة أولا وأنت تقول أنه نعم كان لواشنطن دور في توقيت وتحديد ساعة الصفر يعني في تناقض أو غموض أمريكي هل لديكم تفسير لهذا الأمر؟ يعني أنا لست من جماعة نظرية المؤامرة لا أتفق مع الذين يقولون أن داعش صناعة أمريكية ولكن أقول أن أمريكا تستثمر داعش لصالح مصالحها حسب ما أعتقد وهي ليس لها مصلحة أن تنتهي داعش ربما كانت تريد أن داعش أن تذهب إلى الرقاء القوات العراقية الباسلة التي تسطر أروع الملاحم وأنا أقول كشاهد عيان وعندي فيديوهات لهؤلاء المقاتلين وهم كيف يصلون على الدواعش نحن اليوم تجاوزنا وصلنا على القوات العراقية وصلت على بعد حوالي 25 إلى 26 كيلو متر على مدينة الموصل وخلال 48 ساعة القادمة سنتصل على بعد 10 كيلو متر عن مدينة الموصل هي تسير بأسرع مما توقع الأمريكان وتحقق انتصارات أفضل مما ظن الأمريكان وربما كان لا أعرف ربما أرادون أن نقدم خسائر ربما يريدون أن يشجعوا الدواعش على المغادرة إلى سوريا وهذا أمر لا أستبعده بصراحة لأن قواعد الاشتباك التي يطبقوها في المناطق الأخرى في المنطقة هذه قواعد الاشتباك ولكن في مناطق أخرى يطبقون قواعد الاشتباك يرفضون ضرب الدواعش إلا عندما يكونون تجمع لا يقل على 25 واحد يرفضون ضرب الدواعش إلا عندما يكون نوع سلاح من الثقيل يعني كأنهم ينتظرون أن داعش يقول تفضل أنا داعشي تعال أضربني تحت حجة أنه يخشى أن لا يكون هؤلاء مدنين وطبعا هي حجج للا يضرب قوات داعش أسمح لي أن أنتقل أتمنى تفسير ربما كقائد عسكري أتمنى الضيوف الآخرين للا يضرب تعليقات العميد الركن الملحق العسكري السابق في واشنطن ربما السيد اسماعيل السوداني ربما لديه تفسير لما تفضلت به الولايات المتحدة هل لها مصلحة بإنهاء ورقة داعش في العراق نعم أم لا بما أنها هي من ساهمت في تحقيق أو في تحديد ساعة الصفر لهذه المعركة قبل أن تجيبني على هذا السؤال لو سمحت سيد العميد نستمع نتابع ما قاله باراك أوباما عن معركة الموصل تحديدا بأنها ستكون صعبة ثم نعود معركة الموصل ستكون صعبة ستكون معركة كر وفر لكنني واثق أن تنظيم الدولة الإسلامية سيهزم في الموصل كما هزم في باقي المدن العراقية وهذه خطوة جديدة نحو القضاء على هذا التنظيم حقيقة سيد العميد لا نعرف إن كانت الولايات المتحدة تريد القضاء أو المساهم أو مساعدة الجيش العراقي في القضاء على داعش بنسخته العراقية على الأقل وسامعنا هيلاري كلينتون بالمناظرة الأخيرة مع ترامب تقول بما معناه أنه خلال سنة سيتم القضاء على داعش في الموصل وتتم محاصرتهم بالرقة وكأنه يعني هذه بالفعل رغبة الأمريكان يعني توجه داعش إلى الرقة وبعد سنة للتخلص منهم في الموصل يعني بما يدعم ما قاله السيد مشعان الجبوري هل لديكم تفسير مساء الخير للجميع وشكرا لقناتكم على استضافتي حقيقة أنا لا أجد تفسير لذلك مصلحة أمريكية وخاصة الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس أوباما تبغي وتريد أن تتخلص من داعش في الموصل بأقصى سرعة ممكنة وحتى قبل الانتخابات إذا صح التعبير ولكن هذا أعتقد حسب المعطيات العملياتية غير ممكن ولكن ربما قبل تسلم الرئيس المقبل الحكم في جنوري 2017 أعتقد خذلان القوات الأمريكية للجيش العراقي أنا لا أجد له مبرر ولا أجد له تفسير بالنسبة لقواعد الاشتباك التي ذكرها النائب السيد مشعان الجبوري هذه هي قواعد الاشتباك للقوات الأمريكية وقوات التحالف لا يمكن أن تضرب هدف أقل بصاروخ قيمة مليون دولار أو أكثر من مليون دولار تضرب بعجلة قيمة عشرة آلاف دولار هذه هي حقيقة بحسابات الكلفة والتأثير في العمليات أنا أيضا لا أجد مبرر للقوات الأمريكية في عدم تقديم الإسناد الكافي لأن الإسناد الجوي مهم جدا للسير العمليات والتقدم العمليات ربما هناك مشكلة في التنسيق والتعاون بين القيادة المشتركة وقيادة التحالف لأن التحالف هو الذي يسيطر على الجهد الجوي للمعركة لذلك هذا السبب قد يكون سبب عملياتي وليس سببا سياسيا أما بالنسبة لموضوع أنه يعطى سنة كاملة للتخلص على داعش في الموصل فأنا لا أعتقد أن هذا الوقت سيستنزفه داعش داخل الموصل ومجريات المعركة أمامنا واضحة وقواتنا تتقدم على محاور عدة وحتى هناك محاور بستراتيجية القطاعات العراقية غير عاملة في الوقت الحاضر وسبب عدم تشديد تشتيت الجهد العملياتي وتشتيت قواتنا وتشتيت الجهد الإداري والجهد الجوي بإضافة إلى تحضير احتياطات لكل محور نعم بكل الأحوال حسب ما ذكرت بعض المصادر عن أعداد مسلحي داعش المتواجدين في الموصل بين 6 ألاف و10 ألاف ليس هناك أعداد دقيقة في الواقع في مقابل التحالف طبعا الجيش العراقي في مقدمهم والقوات البشميركا الحسد العشائري الحسد الوطني والحسد الشعبي وهذه في الواقع نقطة بيضاء جدا ربما من المرات القليلة التي يتوحد فيها العراقيون على معركة نحن نتحدث هنا عن معركة الموصل اسمح لي أن ننتقل إلى تركيا إلى اسطنبول وتركيا ربما شأن آخر اللي وحده يستحق حلقة كاملة الموقف التركي كان عالي النبرة سيد أوغلو كلام أردوغان سنتابعه بعد قليل إن كان بالشخصي توجه بالشخصي لسيد العبادي ألزم حدودك ولا أتلقى الأوامر منك وإلى آخره أو بما يجري على الأرض وكأنه غصبا عنكم سنشارك في معركة الموصل العلما أن واشنطن والمسؤولين الأمريكيين قالوا أن تركيا ما لها دخل في التحالف ولا تشارك في التحالف ضد داعش لماذا هذا التصعيد من تركيا؟ مساء الخير وتحياتي من اسطنبول وتحياتي لضيفيك في كل من أربيل وأمريكا ولكم أيضا ولمشاهدي القناة بداية لابد أن نقول بأن تصريحات رئيس الجمهوري رجب طيب أردوان كانت بنفس حدة أو صدمة ما كانت كردة فعل على فعل حيث كان هناك اتفاقات مسبقة ومبرمة وكان هذه اتفاقات مبنية على حقائق مبينة ولا يمكن إنكارها في عام 2015 وفي عام 2014 وتحديدا في يوم 21 في 2014 وأيضا بعد سقوط الموصل بيد داعش وأيضا في شهر 11 في 2015 وكان هناك تنسيق مشترك وكان هناك طلب من حكومة العبادي بأن يكون هناك تعاون استخباراتي وعسكري وتنسيق لمحاربة داعش وطرد داعش من الموصل هذا شيء وخلق السيادة العراقية شيء آخر التعاون مطلوب التنسيق مطلوب التبادل المعلومات والاستخباراتية مطلوب ولكن لم يكن حكومة العبادي تنفي أن تكون طلبت أو نسقت بخصوص تدخل تركي أو خرق للسيادة العراقية فيما يتعلق بمحاربة التنظيم لا 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 أنا لم أكمل الفكرة بعد قطعتيني ولم أكمل الفكرة القضية هي ليست هكذا القضية عندما يكون هناك تنصيق وتنفيذ لما تم الاتفاق عليه بتأسيس معسكر بعشيقة وأن يأتي المدربين الأتراك ويدربوا أهالي المنطقة على علم وإذن من الحكومة المركزية في بغداد وأيضا من إربيل ويأتي وزير الدفاع العراقي السابق وأيضا يبارك هذا الوجود ويؤكد على التعاون الموجود وهذا موثق بأفلام وموثق بصور تحتفظ فيها الحكومة التركية وأعلنت عنها ونستطيع تزويدكم بها القضية ليست هنا لو فرضنا أنه لم يتم تنصيق ولم يكن هناك أي توافق وكان هناك تغير القرار العراقي بعدم دخول القوات التركية وعدم السماح لتركيا بالمشاركة في تحرير داعش السؤال يبقى هنا هل الحكومة المركزية العراقية هي من تملك السيطرة على الحدود الشمالية ومنعت داعش من الدخول إلى تركيا وتفجيرات إسطنبول في مطار إسطنبول وأنقرة وجنوب تركيا هل منعت الحكومة العراقية وستطاعت أن تكون مسيطرة على قوات البيكاكا وهي منظمة إرهابية دولية هذه مهمتكم سيد أولوك هذه مهمة الحكومة التركية أن تسيطر أو أن تراقب خدودها في النهاية يعني ليس العراق سيراقب بخدودها هذه المنظمات هذه المنظمات والكل يعرف وأنت تعرفينها أيضا والكل يعرف أنها تنطلق من العراق والسنادة للقانون 51 من قانون الأمم المتحدة عندما يكون هناك تهديد إرهابي من دولة مجاورة وتركيا دولة مجاورة للعراق 350 كم حدود مشتركة نتكلم عن من يأتي من آلاف الأميال والكيلومترات مثل نيوزيلندا وأستراليا والدنمارك إلى العراق ليشارك في التحالف نتكلم عن تركيا لديها حدود مشتركة وهناك تهديدات إرهابية تنطلق مركزها الموصل الآن عاصمة من؟ الموصل عاصمة داعش والبيكاكا موجودة في شمال العراق وتهدد الأمن القومي التركي ولا يكون هناك ردع سنتان كاملتان منذ أن سقطت الموصل بداعش إلى الآن منذ عام 2014 حتى 2016 وتركيا صبرت والقانون الدولي برقم 51 يجيز لها في حال عدم تمكن دولة لديها منظمات إرهابية من منع هذه المنظمات والقضاء عليها حسب المادة 51 أن تتدخل لحماية حدودها وأنها القومي وتركيا لم تتدخل من تلقاء نفسها تدخلت بالتنسيق مع كل من إقليم كردستان والحكومة المركزية التغيير في قضية القرار وعدم التدخل هنا على مسل استفهام هل تم القضاء على داعش ليتم التغيير ورفض القوات التركية هذا هو السؤال لماذا يتم استبعاد تركيا الآن من هذه المعادلة تركيا معنية بمحاربة الإرهاب لأنها هي التي تعاني من الإرهاب هي الآن معنية بمحاربة داعش في شمال سوريا أنت بهذه الحال تعطي الحق لتركيا أيضا أن تتدخل في سوريا بما أن داعش موجود بسوريا وينطلق بكثير من عملياته من سوريا يعني في كل مكان موجود في داعش ولأنه عمل عمليات أو قام بعمليات داخل تركيا يحط لتركيا التدخل في هذا البلد ما هذا المنطق لا ليس هكذا ليس هكذا على العموم يجب أن ضبط القوانين وضبط المفاهيم القانون الدولي يحتم أن يكون إذا كان هناك تهديد أمن قومي لدولة مجاورة وأتكلم عن تركيا الآن وكان هناك مجيء لمجموعات إرهابية وكان هناك عدم تمكن الدولة من ضبط هذه الحدود أتكلم عن الدول المجاورة السوريا كانت أم العراق واستمرت هذه القانون 51 هذا قانون دولي لكل دول العالم لم يفصل هذا القانون لتركيا ولم هذا يفصل القانون ضد سوريا أو العراق هذا قانون الأمم المتحدة فيجوز ويحق من قبل قانون الدفاع المشترك أن يكون هناك تجاوز للحدود ومحاربة للإرهاب بموافقة البلد المعني يفترض بكل الأحوال سيد أوغلو اسمح لنا أن نتابع ما قاله أدوغان قبل أن نذهب إلى الفاصل وبعض الفاصل يفترض أن أعتقد ساعة نائب لديه بعض الردود وسنتابع الخريطة الجديدة التي نشرتها صحيفة مقربة من أردوغان حول الحدود الجديدة أو ما تساءلت عنه بخصوص حدود جديدة لتركيا نتابع ما قاله أولا أردوغان ثم نعود هو يوجه الشتائم إلى شخصي أصلا أنت لست من مستوي ولا من قيمتي ولست من يمكن أن أوجه له حديثي صراخك في العراق لا يهمنا نحن نفعل ما هو صحيح بالنسبة لنا من هذا؟ إنه رئيس وزراء العراق يا هذا قبل كل شيء اعرف حدودك في فترة رئاسة السيد أحمد داود أغلو جاءوا وطلبوا مننا أن نحمي معسكر بعشيقة وهذا كله مسجل وبث على الهواء مباشرة وسيتم بث ذلك قريبا والآن يقولون لنا انسحبوا من بعشيقة القوات المسلحة التركية لم ينحدر مستواها لدرجة أن تتلقى أوامرها منكم هذا ما اعتبره البعض خرقا لكل الأعراف واللغة الديبلوماسية عندما يكلم رئيس أو مسؤول في بلد مسؤول آخر رئيس وزراء يقول له يا هذا أو من أنت بكل الأحوال سنعود بعد هذا الفاصل نتابع خلاله موجز للأنباء ثم مباشرة إلى ندوة الأسبوع أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى الجزء الثاني من ندوة الأسبوع قبل الفاصل كنا نتحدث مع ضيفنا في اسطنبول سيد يوسف كاتب أوغلو عن التدخل التركي وإصرار تركيا على أن يكون لها دور في عملية تحرير الموصل هو يقول أنه حسب اتفاقات سابقة هناك تنسيق تم الاتفاق على تنسيق وتعاون وأنه يحق لتركيا التدخل لحماية حدودها من داعش سعاد النائب مشعان الجبوري العبادي رئيس الوزراء العراقي طبعا كان له رد رفض ما قاله أردغان لم يصاعد كثيرا إلا كانت حرب كلامية بين الرجلين وقال أن تركيا لن تشارك في معركة الموصل نتابع ما قاله السيد العبادي ثم نعود لن يسمح للقوات التركية بالمشاركة في تحرير الموصل نقطة للسطر لن يسمح القوات التركية معي لها دور خلي صاروحون بكيفهم من الصبح للليل إنهم تاريخ مدرشينهم معهم دخلهم ما لا مش تركين بالعملية لا بالتخطيط لا بالتنفيذ أخشى ما أخشى أن يتحول المغامرة التركية إلى حرب أكريمية لهذا أنت تحذير من أن ننزل هذا الانزلاق نحن لا نريد حرب أكريمية حرب مع داعش نريد نحرر أراضينا أدعو تركيا عدم تدخل الشأن العراقي قواتهم موجودة في العراق اعتداء على السيادة العراقية اعتداء على حسن الجوار مع العراق وغير مقبول بطاة وهذا عليه إجماع العراقي ساعتنا المسوعة الجبوري بقيت التصريحات في هذا الإطار كما ذكرنا تقريبا في إطار الحرب الكلامية ولم يدفع العراق مثلا باتجاه استصدار قرار أممي بشأن التدخل التركي وكأن هناك وخسب ما قالت بعض المصادر هناك اتكاء على موقف أمريكي وكأن العبادي يثق بالأمريكيين أن يقنعوا الأتراك اليوم في موقف جديد من وزير الدفاع الأمريكي يقول أنه في اتفاق على التواجد التركي اتفاق تركي عراقي على التواجد التركي في العراق هل لديكم معلومات عن هذا الموضوع هل سيكون بالفعل لتركيا أي دور في هذه المعركة خلافا لما قاله السيد العبادي هل حضرتك تأذني لي أم أعقب على ما قاله السيد السوداني أو لازم أجاوب أولا على السؤال المتعلق بتركيا شو تؤمرين لا لا تفضل عقل أولا هناك تنسيق هو قال ربما هناك ضعف بالتنسيق بين القوات العراقية والقوات الأمريكية في الأخ السوداني قال في أرض المعركة نعم هناك تنسيق ويوميا هناك مساء اجتماع بين القاد العسكرين الأمريكان والعراقيين في قاعدة القيارة وفي مقر قيادة عمليات تحرير ننوى في مخبور ثانيا سأكشف لك سر أخطر مما كل قلنا على السريع قوات الداعش أو مجرمي داعش اختطفوا 550 عائلة من قرى تلو الناصر والمنيرة وقرى أخرى في هذا القاطع والسفينة وأخذوا الرجال إلى جنب وقرروا أن يأخذوا النساء إلى الرهائن تصور يأخذوا نساء عراقيات يريد أن يأخذوهم الرهائن إلى الرهائن لأسباب يجعلوهم دروع متى هذا حصل خلال هذين اليومين بهذه المعركة؟ هذا حصل خلال أول الباحة هذه القرى عندما وصلناها لقناها بلا سكان بعدين عرفنا أنهم أخذوا سكان هذه القرى الرهائن الرجال يحطوهم بالسيارات اللي عليها رشاشات حتى يحاولون يمنعون من أن نضربهم وأيضا حتى يعني خلالين يقول لا يجعلون نقصفهم لأنهم يختبئوا في نص هذه العوائل الخطير وصلت لدينا معلومات شبه مؤكدة أن داعش عزلت النساء حوالي خمسمية وعشرين أو ثلاثين امرأة يريد يأخذوهم إلى الرقة طبعا تداعى الأبطال من أبناء العراق لعمل شيء ما هو الشيء الذي كان بمقدورنا أن نعمله هو أن نسوي عملية انزال خلف داعش حتى نقطع عليهم طريق الموصل يعني لا يستطيعون يأخذون النساء إلى الموصل طبعا لوجستيا لدينا قوات لدينا شباب أبطال مستعدين أن يقومون بهذا العمل الشجاع ولكن طلبنا من الولايات المتحدة الأمريكية القوات العراقية طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية أن توفر طائرات هليكوبتر وغطاء جوي لعملية الانزال لأنك أنت لما تسوي انزال خلف قوات العدو تحتاج إلى إدامتها بسلاح بعتاد بأطعمة إلى آخره رفضت ولم تقدم لنا الولايات المتحدة الأمريكية عملية انزال واضطرنا اليوم الخمسة صباحا ننفذ عملية للأسف لم نتبكن لأنه عملية برية صرنا بطريق طويل حتى نوصل إلى الطريق الطريق الذي كنا نريد أن نوصله حتى نقطع سيرا على الأقدام واجهنا به واجهة القوات العراقية بمفخخات وانتحاريين كانوا داعش قد عبروهم وأوصلوهم إلى منطقة حمام العليل وأصبحت عملية إنقاذ النساء صعبة وكأن الأمريكان فرحانين بأن داعش تحتمي بأعراضنا وبنسائنا هذا لازم يعرفه الرأي العام لازم يعرفه المشاهدون هذا يحتاج بفعل إلى تفسير من الأمريكان ذاتهم كان بودنا أن يكون معنا ضيف أمريكي نعم أنا أقول ربما القوات العراقية ربما القوات العراقية والحكومة العراقية تشعر بالحرج من الإعلان ذلك ولكن أنا واجب الأخلاقي كان أدعى لأولئك أن أكشف هذه الجريمة وأفضحها وأفضح كل تفصيلاتها نقطة تركيا وتهديد السيد العبادي بالحرب تجازف بحرب إقليمية يعني خليني أقول أولا ليس لأحد مصلحة في الحرب نحن والأتراك جيران بيننا علاقات اقتصادية مهمة الأسواق بغداد وشمالها تعتمد كثيرا على السلعة التركية بيننا علاقات تاريخية بيننا شراك الدين هناك أخوة تركومان كثيرين في العراق وهم القومية الثالثة في العراق نتفهم حرص الأتراك خليني أقول على يعني القلق على هؤلاء التركومان جزء كبير من عندهم يسكن المصل كل هذا أتفهمه ولكن ما لا نستطيع قبوله أن يتواجد الأتراك كقوات عسكرية على أرض عراقية بدون موافقة الحكومة العراقية الأخوة الأتراك والرئيس أردوغان قال إن تركيا لديها اتفاق وسنكشف هذا الاتفاق وجاءت هذه القوات بطلب من العراق إذا جاءت يعني إذا هذه القوات منذ سنتين هل استطاعت أن تقدم شيء في حماية تركيا من العمليات الإرهابية هو الجواب لا هل استطاعت أن تقدم شيء للقوات العراقية هو الجواب لا هي دربت حشد من أبناء المحافظة وهناك جدال وسجال كبير حتى في دور هذا الحشد في المعركة وعليه أنا أعتقد ليس أمامنا من خيار إلا الذهاب إلى التفاهم ليس لمصلحة أحد النزاع المسلح ليس لمصلحة أحد أن نغلق الأبواب بيننا ولكن أتمنى على الأخوان الأتراك وصديقنا من إسطنبول أن يعرف إن داعش هؤلاء الأجانب جاءونا من تركيا ولم يذهبوا من العراق إلى تركيا الحقائق تقول أن العرب والأجانب جاءوا عبر مطارات تركيا إلى الأراضي السورية ومن الأراضي السورية جاءوا إلى العراق وهم أرادوهم لغرض ما ثم تحولوا يشكلون خطر على تركيا وعلى العراق وعلى سوريا نحن اليوم نعم نواجه خطر حقيقي هو داعش وتركيا بدأت تصل إليها النيران التي أشعلتها في سوريا والعراق نعم ونتفهم رغبتها في أن تواجه هذا الخطر ولكن من غير المعقول تركيا تعترف بالعراق دولة ذات سيادة وهي تتحدث عن طلب من حكومة عراقية نحن نعتقد إذا كان أحد في الحكومة العراقية لسبب ما بدون تخويل من مجلس الوزراء بدون تخويل من مجلس النواب كما ينص الدستور قد طلب من الأتراك سواء كان محافظ أو وزير دفاع لا أعرف من هو الذي طلب اليوم الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بأغلبيته الساحقة وصوت على قرار يطلب من القوات التركية مغادرة العراق نعم وهذا ما نؤكد عليه حتى لو كانت موجودة بتنسيق ما يفترض أن اليوم لم يعد وجودها شرعيا بعد رفض العراقيين بكل أطيافهم وبكل طبقاتهم السياسية لهذا التدخل حتى أن السيد العبادي قال أنه ستتعامل مع تركيا كما تتعامل مع داعش وهذا تصريح خطير بس لي نوزع الوقت بشكل متساون ساعة نائب لو سمحت اسمح لي أن أنتقل إلى واشنطن مع ساعة العميد الركن المتقاة السماعيل السوداني لوجستيا وعسكريا ساعة العميد هل يفترض أن هناك معابر مفتوحة ومكشوفة ومعلنة لكي يتنقل منها عناصر داعش من الموصل أو في محيط الموصل إلى الرقة لاحقا ألا يفترض أن يكون الطيران موجود العراقي والأمريكي وحتى الروسي أيضا يعني يفترض أن يكون له دور والتركي ربما هل تعتقد أنه سيتم غض الطرف عن قصد عن هذه المسألة؟ اسمحي لي أولا أن أجيب سعادة النائب مشعان الجبوري أنا لا أدافع عن وجهة النظر الأمريكية حتى لا يفهمني خطأ بالعكس أنا وجهة النظر الأمريكية صرفة 100% القوات الأمريكية تسند العمليات وإسنادها حيوي وضروري أنا قلت في موضوع عدم وجود تنسيق أو تعاون في جزئية معينة داخل العمليات وهذا تحدث في غرف العمليات وأعتقد أنه كان في غرفة العمليات تحدث بعض سوء التفاهم أو سوء التنسيق ما بين المحاور ما بين القادة من أجل وضع صورة وتصور لطبيعة سير المعركة أما موضوع أنه طبعا يؤسف له أنا سمعت أيضا يوم أمس من تلو الناصر 550 عائلة تم إخلاءهم وهذا هو أسلوب داعش وأعتقد الكل متفق بأنه داعش سيستخدم واحد من أهم استراتيجيات داعش هو حرب الاستنزاف الطويلة وجر العراق أو جر القوات المشتركة لحرب طويلة الأمد في مدينة المعوصل تدمير البناء التحتية إيقاع أكبر خسائر بالمدنيين من أجل تشويه صورة المعركة أنا آسف جدا لهذه لما حدث وبالتأكيد أيضا أنا لا أدافع عن وجهة النظر الأمريكي وأكيد أدهم تفسيرهم لعدم تقديم الإسناد بالتأكيد وأنت جنابك أوضحتي بأنه يجب أن يكون هناك متحدث أمريكي لبيان ذلك بالنسبة لسؤالك سؤال هل وجود هناك ممرات آمنة لعبور داعش حقيقة هذا فقط تقارير صحفية وأعتقد توجيهات الموجهة لقيادة العمليات المشتركة العراقية بعدم فسح المجال أمام قطاعات أو عناصر داعش للهروب خارج مدينة الموصل لذلك إذا تشوفين الخريطة الآن المحاور الثلاثة الجنوبي والشرقي والغربي وحتى الشمالي تحيط الموصل من جميع الاتجاهات ليس هناك ممرات آمنة بل هناك ممرات تسلل يتسلل منها بعض الناس وهذه أعتقدت موجودة للموجهة ولكن أيضا يطرح سؤال أنه في أقمار استناعية في النهاية ومن يريد رصدهم يستطيع أن يرصدهم ويراهم سواء بالليل أو بالنهار لاستهدافهم سيدتي لو كان هناك رصد تم رصد عبور التهريب عبر الحدود هذه أعتقد فد مهمة جدا صعبة بالنسبة للتسلل تسلل عناصر وأفراد وليس أرتال تسلل الأرتال الاعتيادي ستكون واضحة بالعين المجردة وليس بالأقمار الصناعية فأعتقد هناك تهويل في موضوع تسلل داعش هناك كلام أيضا لا أعرف تقارير للأسف الشديد الولايات المتحدة لا نفت ولم تؤكد التقارير وهذا موضوع الشك أيضا يجب أن يكون هناك موقف رسمي للولايات المتحدة من هذا الكلام بأن هناك ممر آمن للغرض فسح المجال أمام مقاتلين داعش للتسلل إلى منطقة الرقة وهذا التسلل أعتقد لأجل عدم إفساح المجال أمام داعش لتدمير البنى التحدية في مدينة الموصل إضافة إلى عدم إيقاع أكبر الخسار والتحصن خلف المدنيين هذا أعتقد فدح الجواهية وأعتقد غير مقبولة من وجهة نظر منطقية عندي فقط تعقيب على الأستاذ يوسف حول موضوع التدخل وأنا لا أعتقد التدخل التركي تم بموافقة الحكومة العراقية والسبب أن الحكومة العراقية رفعت موضوع التدخل التركي إلى مجلس الأمن وتم مناقشته وصدر بيان من مجلس الأمن الدولي لو كان هناك وثائق موجودة لدى جانب التركي لعرضها أمام مجلس الأمن وأمام الأمم المتحدة وأعتقد هو محفل دولي لغرض التحكيم بين الدول وخلافاتها فيما بينها كذلك لو كانت الولايات المتحدة تعلم بهذه الوثائق وموجودة وأعتقد لما أرسلت وزير الدفاع التركي إلى أنقرة هذا اليوم للتحادث حول سحب القوات التركية نعم قال يجب على تركيا احترام السيادة العراقية قال يجب أن يكون هناك دور للقوات التركية ولكن يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية لذلك حجج أنقرة واهية ليس لها أسس وليس لها أساس من الصحة وأعتقد انتباهة تركيا الآن وتريد القضاء على داعش كان المفروض انتباهتها أو يقضتها تكون عندما كانت هناك معارك تدور في منطقة كوباني وعين العرب وأمام أنظار الجيش التركي للأسف الشديد كلام أنقرة ليس له أساس من الصحة وفقط كلام صحف وجرائد كما نقول بالنهاية بالنهاية أنقرة حسب ما يرى البعض تريد أن تجعل لها قدم في العراق الجديد أو في الخرائط السياسية الجديدة التي يحكى عنها وربما من أخطر الخرائط التي نشرت مؤخرا نشرتها صحيفة مقربة من أردغان لتركيا القديمة من 100 سنة تقريبا وكيف كانت تضم أجزاء من سوريا ومن العراق الصحيفة اسمها ديليليش التركية هي طبعا مؤيدة أو حسب ما قيل يعني مؤيدة لأردغان تحت عنوان هل هذه الأراضي مقطعة من تركيا سريعا نمر على الأراضي التي ذكرت في الخريطة أجزاء من سوريا العراق بلغاريا بالعراق تحديدا كانت تضم كاركوك الموصل أربيل بسوريا حلب إدلي بالحسكة أجزاء من بلغاريا وأرمينيا وأيضا تستبدل اسم فلسطين بإسرائيل علما أنه بالـ 1920 لم تكن إسرائيل أصلا موجودة لماذا استذكار هذا التاريخ؟ ونحن نعرف أنه جاءت معاهدة لوزان لترسي حدود تركيا الجديدة ولتقبل بها تركيا بالنهاية واسمح لي قبل أن أنتقل إليك فقط أن أشير إلى ما تضمنته معاهدة لوزان أطرافها تركيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان، اليابان، رومانيا، يوغسلافيا السابقة وقعت المعاهدة في تموز يوليو عام 23 لإعادة تنظيم العلاقات بين هذه الدول بمن فيهم تركيا لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى وضعت المعاهدة حدا لإمبراطورية الخلافة العثمانية أسست لقيام الدولة التركية الحديثة بقيادة مصطفى كمال أتاتورك تخلى تركيا بمجيبها عن السيادة على قبرص وليبيا ومصر والسودان والعراق وبلاد الشام أعادت ترسيم الحدود مع سوريا بما يشمل ضم أراضي واسعة من الغرب إلى الشرق منها مرسين، أضنى، عنتاب، ديار، بكر، مردين وغيرها لماذا استحضار هذا التاريخ وأصلا لم يخجل أردوغان من القول أن الموصل تاريخيا لنا وأذكركم بهذا المثاق الوطني كيف يمكن ذلك؟ بهذه الحال كل الدول ترجع إلى ما قبل سايكس بيكو سيد يوسف هذا السؤال لي أنا طبعا بداية سأجيب على سؤالك ولكن اسمح لي أن أعقب على ضيفيك أيضا فتراكمت النقاط بشكل سريع جدا وسأجيب على السؤال بداية ضيفك في سعادة النائم في أربيل عندما قال بأن تواجد القوات العسكرية التركية أمر غير مقبول ويمس السيادة العراقية نعم نحن نتفق نحن مع السيادة العراق ونحن مع وحدة أراضي العراق ونحن مع أن يكون هناك حكومة قوية متمكنة في العراق ولكن ما تم في موضوع وجود القاعدة التركية في بعشيقة هو موثق واضح واضح لا نريد أن نكرر بعد الزيارة العبادي لأنقرة نعم هذه واضحة مسألة بعشيقة واضحة أنا لم أقاطع أحد أنا لم أقاطع أحد هو الآن يتم التشكيك فيها ضيفك في أمريكا قال أن هذا هو عاري عن الصحة وهذا كلام غير منطقي لذلك دعيني أكمل النقطة الأساسية عندما يقول أنها لم تقدم شيئا لو فرضنا أنها أخذت إذن من الحكومة المركزية القوات التركية لم تقدم شيئا في منع الإرهاب يا سيدي ما جاءت به تركيا هي بار عن ألف ومئة عسكري أو خبير عسكري لتدريب القوات للتدريب القوات التركية العراقية نعم وبالتالي التدريب القوات العراقية كانت بعلم وزير الدفاع العراقي السابق العبيدي وهو جاء أيضا لمعسكر بعشيقة وأثنى على التدريب التركي للقوات العراقية وأيضا أثنى على الجنود العراقين الموجودين في مخيم بعشيقة فأنا أستغلب عندما تقول أن هناك إجداد كبير حول من تم تدريبه من قبل تركيا يعني تركيا تدرب طائفات إرهابية مثلا بعلم الحكومة العراقية مثلا لم أتحدث بها يعني لست أدري أنا قلت تركيا لم تقدم وثائق إلى الأمم المتحدة تثبت بشرعية وجودها في معسكة أربع الشيقة نعم وضحت تفضل سيد يوسف أنا لا أسمع نعم سيد يوسف يقول يقول أن تركيا تسمعونا الآن نعم 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 ستكمل فكرتك بعد قليل من جديد أعود إلى ساعة النائب مشعان الجبوري لست أدري إن كنتم اطلعتم على هذه الخريطة اللي نشرتها أحدى الصحف المقربة من أردغان بضم الموصل أو بإعادة التذكير بالأراضي التي كانت تسيطر عليها تركيا قبل هذه الخريطة نراها الآن على الشاشة وتبدو الموصل كاركوك بشكل واضح أربيل حلب كما ذكرنا أجزاء من بلغاريا ورومانيا وأرمينيا عفوا هل لديكم تعليق وكأنه بالفعل ثبت أردغان هذه المرة أنه يريد إحياء أحلام الأمبراطورية العثمانية قال ذلك بنفسه من الصعب جدا أني أحمل أردغان مسؤولية خريطة تنشرها جريدة قول أنا كإعلامي أعرف أن رئيس تحرير لم يعرض الخريطة على أردغان قبل ولكن أردغان قالت تحديدا الموصل تاريخيا لنا ودعوني أذكركم بملي المثاق أو المثاق الوطني لكي تفهموا ماذا تعني الموصل بالنسبة لنا هذا قاله خرفيا أنا هذا الكلام سمعته وخليني أقول حسب علمي لا زالوا في الميزانية التركية عندما يقررها في البرلمان يخصصوا ليرة واحدة للموصل في إشارة على إصرارهم على أن الموصل جزء من تركيا ولكن استحضار يعني إلغاء الاتفاقات القديمة استحضار بطون التاريخ ربما يسمح لنا أن نقيم دعاوى في الأمم المتحدة نطالب تركيا بالتعويض عن احتلالها لبلادنا 400-500 سنة لم تبني لنا مدرسة لم تبلط لنا طريق أخذت أولادنا في حروب الصخرة ولم يعودوا إلى اليوم أخذوا مننا عشرات الألاف من الناس من هذا البلد إلى أماكن أخرى هذا كان في الماضي نحن مع أن نتجاوز الماضي ونؤسس للحاضر والمستقبل مع علاقة طيبة مع تركيا نرى تركيا أنها دولة صديقة دولة جارة نحترم مصالح نحن ندعوها أن تحترم مصالحنا بشكل مؤكد وأنا يعني من الذين على الرغم أنني أيدت مطالبة الحكومة العراق أو مطالبة تركيا بسحب قواتها لكني أتبنى خيار أن نتفاهم وليس التصعيد وليس المواجهة والتصعيد لا يخدم أحد تعالوا نتعاون لمواجهة داعش وجود القوات التركية على الأرض العراقية يخدش كبريائنا يجرح مشاعرنا يمس كرامتنا الوطنية لماذا تصر تركيا على أن تخدش كرامتنا الأخي تحدث أنها دربت قوات عراقية الحقيقة هي لم تدرب قوات عراقية هي دربت متطوعين يعودون إلى السيد أثيل النجيفي متطوعين من أبناء محافظة تم تدريبهم ليشاركوا في معرق التحرير ولم تدرب القوات العراقية النظامية توضيح كما أن سيد وزير الدفاع الذي زار القاعدة هو من ذات حزب السيد أثيل النجيفي وربما الأمور قد جرت يعني خليلي أقول الحديث بها ليس من زاوية المصالح الدولة الاتحادية ربما تم التعاطي مع هذا الملف من زاوية مصالح قيادات سياسية محلية نحن جزء من العراق ومن الدولة الاتحادية وهي التي يجب أن تقرر وبموجب الدستور هي الوحيدة المخولة باستدعاء القوات الأجنبية أو إجراء الاتفاقات الخارجية لا يحق لا للمحافظ ولا لوزير الدفاع أن يوقع مثل هذه نعم وضحت هذه الفكرة بالنسبة لأثيل النجيفي محافظ نينما نينما عفوا يعني هو يوصف بأنه رجل تركيا في العراق ويذهب بشكل مستمر إلى تركيا ويقيم من وقت لآخر فيها وربما القوات التابعة له نعم بالفعل هذا ما كانت تدربهم هؤلاء من كانت تدربهم تركيا سيد يوسف قبل أن ينقطع الخط معه كنا نتحدث عن هذه الخرائط القديمة التي تم استخدارها الكلام عن معاهدة لوزان من قبل أردوغان الكلام عن تاريخية الموصل وكيف أنها تتبع لتركيا من قبل أردوغان هل هذا يعني منطق لتبرير التدخل في أو خرق سيادة الدول أرجو أن لا ينقطع الخط مرة أخرى وأن تعطيني الوقت الكافي لأنه أنا لا حرمت من الوقت في الفترة السابقة وأرجو أن تتعيد الوقت المهم أن تكون متأكد أن نقطع الخط خارج عن إرادتنا سيد يوسف أنا لم ألوم أنا فقط طلبت رجاء أن يتم إعطائي ما تم خطر أنا لم ألومتك في شيء لماذا تظن أنني لمتك حتى لا يفهم المساعد بإعني سيء غلط نعم النقطة الأساسية بداية تركيا معنية باستقرار العراق واتفق مع سعادة النائب بأن لدينا عدو مشترك فيجب أن لا يكون هناك تصعيد وأن لا يكون هناك أي توتر بين البلدين تركيا والعراق دولتان ذو جوار وعلاقات تاريخية وعلاقات اجتماعية وهناك مصالح مشتركة ومصلحة استقرار وأمن العراق من أمن واستقرار تركيا هذا لا يوجد فيه أي نقاش المشكلة تكمن لماذا أصبح هناك تصعيد التصعيد الغير مفهوم هو عندما يكون هناك في واحد ستة أو عشر ستة من عام 2014 سقوط لثاني أكبر مدينة اسمها الموصل بيد داعش وعندما يكون هناك يأتي العباد إلى تركيا وهناك مثبت وأنه يطلب من تركيا دعم دعم العراق والحكومة العراقية في محاربة الإرهاب وخصوصا داعش وعندما يتم السماح لتأسيس مخيم بعشيقة بغض النظر عن الخلافات السياسية العراقية الداخلية الوزير العبيدي ينتمي إلى كتة فلان أو محسوب لفلان هذا لا يعنينا هذا مهم جدا بالمعادلات نعم نعم ولكن الحكومة التركية معنية مع وزير دفاع وزير دفاع هو في النهاية يمثل وزارة وهو وزير دفاع محسوب على أي كتلة لا أدري المهم أنه كان هناك بعلم وكان هناك تنسيق المهم ليست هذه القضية القضية عندما تكون تركيا موجودة منذ عام 2014 في شهر 12 وهناك داعش ما تزال موجودة والحديث كله يتكلم عن محاربة داعش والاستعداد لتحرير الموسر والقضاء على داعش وعندما يتم الكلام والحديث عن استقدام تحالف دولي وهناك عجز حقيقي لمحاربة داعش من قبل القوات العراقية لوحدها كما سمعني من ساعدة النائب أن هناك خذلان أمريكي وهناك بحاجة لقوات إسناد وغيرها وغيرها وعندما نسمع أن هناك 63 دولة مرورا من يوزيلندا إلى الدنمارك وإلى دول تبعد آلاف الكيلومترات عن العراق وليس لها حدود مشتركة مع العراق والتركيا لديها 350 كيلومتر ومعنية وتكتوي بنار داعش ثم يقال لها يجب أن لا تحر بداعش نسأل ما الذي تغير استطعي أن أسأل السؤال معكوس تحميش تركيا أو أنا لا أقاطعك نقطة بالنظام بعد الفاصل للأسف السؤال سأسأله عليك معكوس لو كان الأمر بين العراق وتركيا بشكل معاكس لكن بعض الفاصل لو سمحت ضيوفنا أيضا من واسنطن وساعتنا من أربيل ابقوا معنا لو سمحت بعض الفاصل لو سمحتم أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من ندوة الأسبوع بعنوان داعش من الموصل إلى رقة حسابات الإقليم ولا أريد أن أقطع فكرتك سيد يوسف من إسطنبول ولكن فقط السؤال الذي أودت طرحه عليه قبل الفاصل أنه لو كان الأمر معاكس يعني لو كانت تركيا هي من يتعرض للخطر ويمثل هذا الخطر أيضا يعني خطر على العراق هل كنتم ستسمحون بأن تخرق الحكومة العراقية السيادة التركية بهذا الشكل استنادا إلى تنسيق وتعاون وكلام عن إمكانية تعاون بين البلدين السؤال مهم طبعا ولكن الحالة لا تنطبق على تركيا وهي حالة غير واقعية وغير مشابهة أنا أتكلم عن ما يسمى تحالف دولي موجود وهو هناك أكبر منظمة إرهابية موجودة اسمها داعش أمريكا أقول عنها يلزمنا عشر سنوات لمحاربة داعش وهذه داعش موجودة منذ سنتين لم تأتي اليوم أو الأمس وأنا أرد على ضيفك ولكن نفسها داعش هي من تضرب ضربت العراق وضربت تركيا هل تسمح الحكومة التركية للرئيس العبادي بأن يقول داعش تشكل خطرا علينا فلنضربها في تركيا أيضا في أنقرة يا سيدتي أنا أتكلم عن أراضي محتلة من قبل داعش في شمال العراق العراق ليس له سيادة على مناطق محتلة من قبل داعش سواء في شمال العراق أو في شمال سوريا داعش لم تحتل أراضي في تركيا لنتكلم بالعكس الفرضيات الآن ليست واقعة نتكلم عنه نتكلم عن الواقع الحالي الآن أنا لم أكمل فكرة بالمناسبة الفكرة التي الآن ضاعت بهذه الفرضيات ما أريد أن أقوله إذا كان العراق الآن يستنجد ويتعاون مع 63 دولة من التحالف الدولي كيف يهمش تركيا وهي دولة جوار وهي دولة لها حدود مشتركة هذا هو السؤال هناك تحالف من قوة مثل بلجيكا مثل الدنمارك مثل نيوزيلندا ونتكلم عن حقوق الجوار ونتكلم عن السلم ونتكلم عن عدم التصعيد تركيا معنية هناك تدخل من المنظمات الإرهابية وهناك تهديد الأمن القومي التركي من قبل منظمات إرهابية سواء داعشية أو كانت بكاكا موجودة في العراق لا يمكن أحد أن ينكر هذه المعلومة وبالتالي أنا أقول وأسأل بكل صراحة يجب أن لا يتم أن ننسى أن هناك مخطط لإعادة هيكلة المنطقة تركيا تريد استقرار للعراق ما يتم ذكره في قناتكم أو في أي قنوات أخرى عارع عن الصحة ليس هناك أطماع لتركيا ولا في شبر واحد من العراق وهذا ما صرح عنه المسؤولون الأتراك في أكثر من موقف سيدي يوسف نحن نستند إلى ما يقوله المسؤولون الأتراك نفسهم على رأسهم رجب طيب أردغان عندما يقول الموصل تاريخيا لنا يعني لسنا نحن من نحيي أحلام الخلافة العثمانية أو الأمبراطورية العثمانية هذا يا سيدتي لا يفهم بهذا المغزى المغزى أن هناك روابط تاريخية قديمة جدا منذ أيام أن كانت الموصل مدينة ضمن الدولة العثمانية هكذا يفهم هذا التحليل لا يوجد أطماع ولماذا لا تقولي عندما صرح قبل ثلاثة أيام بن علي يلدرم رئيس الوزراء بأنه ليس لدينا أطماع ولا بشبر واحد من العراق ولا في سوريا والآن نحن نعيش في القرن الواحد وعشرين ونعلم بأن لا مجال لقضية الغزو البري والبربري والتعدي على الجوار هذا لا يمكن الحدود بالعكس تركيا هي الآن تحاول أن تقول نعم لوحدة الأراضي في العراق نعم لوحدة الأراضي في سوريا لا لتجزئة الأراضي ولا للأطماع الخارجية هناك أطماع خارجية لتقسيم المقسم وتجزئ المجزة على أساس عرقي أو مذهبي أو إثني تركيا لا تريد أن يكون هناك هذا التقسيم لأن تركيا أيضا معنية بهذا الخطر لدينا أيضا عرب وأكراد وأتراك ولدينا سنة ولدينا علويين نحن أيضا لدينا هذا الطيف المشكل من جميع الفئات والأعراق والأجناس والمذاهب لذلك العراق وحدته ووحدة أراضيه مهمة ووجود القوات العراق التركية مع تنسيق مسبق مع القوات العراقية لعدوه مشترك هو داعش الآن يجب أن ننسى هذه المشادات والتصعيد الإعلامي ونتجه نحو العدو المشترك وهو داعش صحيح يعني ما كان لافطا أيضا ليس فقط تركيا أيضا دول إقليمية أخرى الوزير الخارجية السعودي عدل الجبير أيضا تحدث عن هذا الموضوع كان في حديث عن تركيبات طائفية معينة أنه لا نريد لفلان أن يشارك في هذه المعركة علما أنها معركة عراقية والعراقيون يقررون من يشارك فيها أو لا وكأن فهمة أن تركيا لا تريد للحشد الشعبي مثلا أن يشارك في هذه المعركة العراقيون هم من يقررون ذلك اليوم نسأل عن مرحلة ما بعد داعش أو ما بعد الموصل خاصة إذا كانت مدة المعركة قصيرة كما فهمنا من سيد مشعان الجبوري من سيشارك في عملية التحرير سيساهم في صياغة التركيبة المجتمعية للموصل وللسياسة في العراق عميد الركن هل توافق هذا الرأي؟ نعم تفضل في واسنطن تفضل عميد الركن السيد إسماعيل بالبداية بس مجرد إجابة للأستاذ يوسف حول موضوع دول التحالف تركيا ببدء الأمر عندما تشكل التحالف لمكافحة داعش لم ينضم مباشرة إلى التحالف هذه نقطة مهمة والدليل ما حدث في كوباني وعين العرب لم يحرك وهي تبعد أمتار أو حتى بالنظر يمكن رؤية المعركة عن الحدود التركية لماذا لم تكن تهدد السيادة التركية؟ هذا سؤال كبير النقطة الأخرى التي أحب أن أضيفها يا سيدي العراق دولة ذات سيادة تختار من تتحالف معه سواء تحالف دولي تحالف إقليمي هي تختار من تتحالف معه وليس تركيا من تملي التحالف على العراق تتحالف مع نيوزيلندا مع بلجيكا مع روسيا مع أي دولة في العالم هذا لا يعنيكم بغض النظر أن هذا التحالف سوف لن يؤثر على المصلحة ولن يؤثر على تركيا داخليا أو على سياستها الخارجية أو العسكرية بالنسبة للقطعات المشاركة في تحرير الموصل هي قطعات عراقية ويجب أن نذكر بإكبار أن القوات العراقية المشتركة لأول مرة تتعاون فيما بينها وخصوصا البيشمرقة العراقية وقوات الأمن العراقية الجيش العراقي الشرطة الفيدرالية مكافحة الإرهاب الحجد الشعبي الحجد العشائري كل مكونات المجتمع العراقي كل مكونات المجتمع الموصلي يشترك في هذه المعركة هذه أعتقد نقطة إيجابية ونقطة مضيئة يجب أن تستغلها الحكومة العراقية لبناء استراتيجية أمن وطني مستقبلا لأن لدينا عدو واحد مشترك ويجب أن تفكر الحكومة العراقية فيما بعد تحرير الموصل عدم عودة داعش بعد خسارته لحاضنته الاجتماعية في مناطق الشمال العراقي كالموصل تيكريت الرمادي في الغرب العراقي لذلك هذه مهمة جدا أعتقد عندما وحدتين من مختلفتين من الجيش العراقي والبيش ماركة تعمل مع بعض علاقات السلاح علاقات القتال تؤسس قاعدة قوية لعلاقات مستقبلي لعلاقات صداقة وأخوية مستقبلا هذا ما كان يجب أن تفعله الحكومات المتلاحقة سابقا أن تشرك الجميع في مقاتلة الإرهاب تشرك الجميع في استراتيجية الأمن الوطني هذا هو نموذج فريد ويجب أن يبنى عليه للمستقبل أنا سألت سؤال وأعتقد لم تكن واضحة الإجابة أن كل من سيشارك في عملية التحرير سيكون له دور فاعل في التركيبة المجتمعية للموصل تحديدا وفي عموم السياسة العراقية سمح لي أن أتحول بهذا السؤال إلى ساعة النائب مش عن الجبور بشكل سريع إذا هذا السؤال بشكل مختصر عسكريا ليس هناك مشكلة شرحنا الجانب العسكري سياسيا للأسف الشديد واحد ما يقلق بالإضافة إلى التدخل التركي واحد ما يقلق نتائج عملية تحرير الموصل هو إحكام النهايات السائبة سياسيا من قبل الحكومة العراقية كان يجب على الحكومة العراقية إحكام النهايات السائبة قبل بدء المعركة السؤال الكبير من سيحكم الموصل بعد تحريرها هل هناك فرض لسياسة الأمر الواقع وهذا هو الذي غير مرغوب به من قبل القطاعات التي ستشارك سواء بالنسبة للبشمرقة أو بالنسبة للحجد الشعبي أو بالنسبة للحجد العشائري نريد هناك حكومة منتخبة ويجب أن تتعامل وتتعاون مع قوات الجيش العراقي التي ستحرر المدينة نعم الكل طبعا يطمح إلى أن تكون الصورة أيضا مشرقة لما بعد التحرير أن لا يكون هناك تجاوزات كان في وعود بالمناسبة من المسؤولين العراقيين أنه يتم ضبط كل الممارسات بعد عملية التحرير سعاد النائب مش عالج بوري ربما هو السؤال الأخير لك لمحت إلى أن العملية ستنتهي خلال نوفمبر مع أنه فيه محاذير كثيرة من تحديد عمليات كبيرة من هذا النوع وبالنسبة للبشمرقة طبعا هي تقوم بدور كبير جدا رأينا الزيارة الأخيرة بآخر سبتمبر الماضي لمسعود البرزاني إلى حكومة بغداد وكان الخطاب تصالحي وكأنه نقلة نوعية فعلا بلغة البرزاني نفسه هل وعد الكرد أو إقليم كردستان هل أعطي وعود ما من الغرب قيل أنه فرنسا ربما لانفصال أو لتحديد مصير لما بعد التحرير ما يؤكد ما قلته في المقدمة أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت صاحبة الكلمة الفصل في تحديد ساعة الصفر لأسباب تتعلق بظروفها الداخلية وكانت ربما تعتقد أنها بحاجة إلى النصر في المعركة بين الديمقراطيين والجمهورين على الرئاسة ويبدو أن ترامب قد خسر النزاع قبل نتائج المعركة ولذلك الأمريكان ما عادوا كثيرا يهتموا بنتائج المعركة كان هناك اتجاه كما قال الأخ السوداني نعم كنا نريد أن نضبط النهايات السائبة ونريد أن نتفق على مستقبل الموصل يعني أن نعرف هناك نزاعات هناك جمر خامد أو نار موجودة هناك صراع حقيقي بين التركمان للأسف السنة والشيعة في تل عفر هناك اليزيدين تعرضوا إلى عملية سبيع واسعة هناك الأخوة المسيحيين عندهم خوف أن تبقى الأمور كما كانت في الماضي وهم يريدون ضمانات لمستقبلهم هناك الأخوة الشبك أيضا عندهم تصورات وأنا أعرف أن هناك صراع ولا أريد أن أخبئ رأسي وأقول لا أننا سنعود إلى ما كانت الموصل عليه قبل تنظيم داعش الأمور من الصعب أن تعود إلى ذات الطريقة ولكن أرسل التطمينات إلى كل هذه المكونات ساعة النائب يعني صار فيه إرسال تطمينات كافية لهذه المكونات لا كنا نريد أن نعقد اجتماعات وعمليات بحث وسعينا لعقد مؤتمر لنحدد على التفق على أن الذين ارتكبوا هذه الجرائم هم مسؤولين عن جرائمهم ولا تتحمل هذه الجرائم لا طائفة ولا قبيلة ولا مذهب ولا دين ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي من حددت ساعة صفر يعني نعم العراق القوات العراقية هي تقود المعركة هي تقود المعركة ولكن هذا السبب خلانا لا نتفق على ما كنا نتمنى الاتفاق عليه قبل المعركة جوابا على سؤالك أنت قلت أثرت سؤال مهم وأنا أعتقد لأن القوات التي ستحرر الموصل هي قوات الدولة العراقية أي الجيش الموصل تلعفر الحجد العشائري يمسك الأرض حيث هو ينتمي وليس مهمته في داخل مدينة الموصل والقوات العراقية التي هي تتبع للحكومة الاتحادية الشرطة الاتحادية مكافحة الإرهاب وجيش العراقي ولذلك لا أحد لا أحد لا حزب لا مكون يستطيع أن يحقق لنفسه امتيازات عبر النصر الذي سيتحقق في الموصل ودحر داعش لأن الذي سيدحر داعش هي الدولة العراقية الدولة العراقية وهي صاحبة السيادة التي ندين لدستورها وعالمها بكل شيء وعقب على صديقنا من اسطنبول في أقل من نصف دقيقة لماذا تستعينون من نصف دقيقة نرحب بدور تركيا عبر التحالف الدولي وإذا أراد تركيا أن تصبح جزء من التحالف الدولي فلتتحدث مع التحالف الدولي ولكننا لا نسمح بقوات تركيا تدخل إلى الأراضي العراقية رغم أن في العراق مع الإساءة لرئيس وزرائنا في خطاب من رئيس الدولة مع الكلام الذي يوجه إلى السيد رئيس الوزراء شعرنا نحن جميعا بالصدمة وشعرنا بالإهانة ونحن الذين نتطلع لعلاقات طيبة مع تركيا ليس كل الطبقة السياسية تطلع لعلاقات طيبة مع تركيا ولكن نحن الذين نتطلع لعلاقات طيبة مع تركيا كنا نتمنى أن لا يصدر هذا الكلام من الرئيس التركي لأنه أوقعنا في موقف محرج بكل الأحوال بالفعل نتمنى أن تكون النهايات قريبة كما ذكرت في نوفمبر المقبل نتمنى أن تنتهي كل الدول من هذا السرطان المسمى إرهاب سوريا تركيا العراق وكل الدول أشكركم جزيلا ضيوفي من واشنطن العميد الركن المتقاع السماعيل السوداني أيضا من إسطنبول كاتب والبحث التركي يوسف كاتب أوغلو معك نصف دقيقة سيد لم تعطي الوقت الكافي سلينا تفضل أنت توني إنهي الحلقة لو سمحت بأقل من دقيقة يعني تركيا أرد على ضيفك بداية تركيا معنية بكل ما يحصل في العراق نحن مع العراق ومع كل دول المنطقة في محاربة إرهاب وكل ما يحصل يعني تركيا وننسى أنه لدينا 300 ألف ضيف ولاجئ عراقي موجودين في تركيا وهم معززين مكرمين ويجب أن يكون هناك تنصيق أكثر ويكون هناك توجه حقيقي وحسن نوايا وأن لا نصطل في الماء العكر تركيا سيدها أطمع لا في العراق ولا في سيادة العراق أشكرك جزيلا سيد يوسف كاتب بوغلو حدثنا من إسطنبول أيضا شكر لك من أربيل النائب في البرلمان العراقي سيد مشاعن الجبوري شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة شكرا للزميل منتج زهر أبو حمدي والزميل المخرج حسن راضي على تنفيذ هذه الحلقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة